اهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج المشهد والتي نخصصها اليوم للحديث حول الحكومة حكومة الوحدة الوطنية الليبية والتي منحها مجلس النواب الثقة مجلس النواب الليبي منح الثقة للحكومة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد البيبة بواقع 132 صوت من أعضاء مجلس النواب كان هناك اختلاف كبير وانقسام داخل مجلس النواب على أسماء التي طرحها عبد الحميد البيبة لتشكيل حكومته ولكن تم تغيير هذه الأسماء وذلك إما لضعف هذه الأسماء أو لارتباطها الأيدولوجي ببعض الأشخاص التي لا تحظى بثقة الشارع الليبي من أمثلة هذه الأسماء التي تم تغييرها في مجلس النواب الليبي كان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وأيضا منصب وزير الخارجية وكذلك منصب وزيرة الدولة لشؤون المرأة مجلس النواب بعد أن أعطى ثقة لحكومة البيبة صرح البيبة بأنه هو المجلس سيكون هو الوحيد المنطب به يعني تحديد مدة هذه الحكومة وبقاها في السلطة كذلك صرح بأن هناك مليون ونصف جرعة من لقاح كورونا سيتم توزحها على الشعب الليبي بمجرد استلام الحكومة لعملها للحديث حول الحكومة الليبية وما يحدث في الشارع الليبي عقب اختيار الحكومة الليبية معنا عبر الهاتف المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري يتحدث لنا من بيروت أهلا بك وبداية يعني نتحدث منذ البداية ماذا حدث في جينيف وكيف تم اختيار البيبة لهذا المنصب سيد رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي من بيروت أعيد عليك السؤال ربما لم تسمعه يعني بداية كيف تم اختيار السيد عبد الحميد بيبة لرئاسة الحكومة الليبية وكيف سيؤثر ذلك في المستقبل وهل هناك توافق عليه كما ترى في الشارع الليبي ربما هناك مشكلة في الاتصال بالسيد رضوان الفيتوري ولكن حتى يتم هذا الاتصال أذكركم بأن مجلس النواب الليبي وافق على تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد البيبة هذه التشكيلة والتي كان عليها انقصام كبير في البداية داخل مجلس النواب الليبي حتى تم التوافق وتغيير بعض الأسماء داخل هذه الحكومة حتى تحظى بثقة مجلس النواب بواقع 132 صوتا داخل المجلس معنا السيد رضوان الفيتوري المحلل السياسي الليبي من بيروت سيد رضوان بداية اختيار عبد الحميد البيبة في جينيف منذ البداية هل تعتقد كيف ترى ذلك وتأثيره في المرحلة القادمة يعني طبعا بجيزة لسيد ديبان يعني هو أولا يعتبر مراجل أعمال بين البيب لا يملك مليشة مصلحة شأن غيره يعني قائمته كانت هي الأطرق رغم أن الأساس كان غير مفضول من الشعب الليبي يعني الآن انتخب سيد ديبان لكن الجهة التي انتخبت سيد ديبان هي الجهة مفروضة على الشعب الليبي وبالرغم من هذا الهيمنة والظلم الواضح للسيادة الليبية لكننا تجاوزنا هذا الظلم بسبيل إنشاء حكومة موحدة تضم كل مؤسسات الوطن وتوحد كل الأساس الموجودة في المشهد الليبي وطبع لا يخفى لأحد أن قائمة الزيدة أفضل بكثير من القائمة التي كانت تراهن عليها تركيا والسيسري وهي قائمة بشاغة قائمة بشاغة يعني بشاغة رجل دموي رجل مليشيا وديكيا تاريخه حافل بالتجاوزات وبالتاكات عمول التالي اليوم الآن لأول مرة منذ سنوات والسنوات التأم البرلمان الليبي واستمع على منحة ثقة لشخصية واحدة هذا المشهد لم نراه منذ سنوات والسنوات وهذه الشخصية على ما يبدو لغاية الآن حسب تصريحاتها ووعودها شخصية ننتظر منها الكثير والكثير ما الذي جاء في الاتفاق وصولا إلى حكومة الوحدة الوطنية؟ ما أهم بنود الاتفاق الذي تم في جينيف؟ بنود الاتفاق أن ينص أن هناك سلطة مجلس رئاسي ونائبين وأيضا مجلس لزاري ونائبين كانت هذه الشروط متوازنة وأيضا قدم نفسه ضمن لائحة معتدلة راعتها كل المناطق الليبية لذلك لا أصل على حظة كانت مكتشة للجميع لكن أعتقد أنها كانت مدروسة في عناية ومثم ناقت هذا القبول عموما أستاذي نحن الآن أمام رئيس وزراء لحكومة الليبية موحدة نحن الآن أمام حكومة الليبية تستطيع أن تصول وتجول بكل المناطق الليبية نحن الآن أمام وزراء لا يخافون من الذهاب الاترابس أو المجيء إلى بنغاجي هذا بحق ذاته يا أستاذي يعتبر إشارة في غاية التجول الإيجابية بالنسبة للمواطن رجل الشارع البسوط نعم السيدة الحميدة دبيبة كان قد رشح عدد من الوزراء يعني للحصول على الثقة من داخل مجلس النواب ولكن كان هناك اختلاف كبير من جانب أعضاء مجلس النواب حول هذه الأسماء فهل تعطينا فكرة لماذا كان هذا الاختلاف وكان الإصرار على تغيير هذه الأسماء لأنها أستاذي أسماء جبلية أسماء متفجة للشارع الليبي بحكم تاريخها فلذلك الرجل أبتأ أنه لا يريد أن يواجه على الرأي العام الليبي قد يكون أقتراحات من مكتبه بهذه الأسماء لكن معه الرجل أبدأ أبدأ مغونة أبدأ أنه سوف يدين أي عوائق لا يريد أسماء جدلية في وزاراته لا يريد أسماء متورثة ولا سوابت جنائية أو سوابت اختلافات وطرقة ورأينا كيف حدث تعديل هذه الوزرات ومنعات أصدقاء حقيقة كانت مغونة من الشهد البيضة وأيضا كان أداء مميز من البرلمان فلذلك كان هذا التوافق اليوم الذي هو بمتار فرحة لكل البيضيين حقيقة شوفوا الآن الذي يريد حكومة متألية لا يحصل عليها لأننا نحن في ضرب استثماري جدا والبلاد خارجة من حرب متأو هناك عدة خطوط متداخلة وأهمها الخطوط الدولية لذلك أن أتحصل على حكومة بهذا التوازن فهو مقبول سبب لدى لكن عند تغيير هذه الأسماء داخل مجلس النواب قال رئيس الحكومة أنه لم يقم باختيار سوى اسم واحد فقط من هذه الأسماء هل تعتقد أنه سيستطيع التعاون مع الأسماء الأخرى التي تم ترشحها وتم التوافق عليها في النهاية بالتأكيد بالتأكيد السامي يعني الرجل يسعى يسعى لكي ينال الثقة يسعى لكي يرضي الزميع ومن ثم ومن ثم كم رأينا من حكومات عندما منعب لها الثقة بعد شهر وشهر تصدر مثلا تعديلات مجرية بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة لذلك الثاني العبرة بالعنوان طرم تعاحدة بتعاحد كتادي بإسراءات رئيسية في البلاد وأيضا التعاحد الأكبر بإسراء الإتخابات في شهر 12 في 24 نيسمبر هذا التعاحد يكي أن الرجل يتعصل على دعم ويتعصل على مجالية الناس حقيقة كلت وملت من هذا الوضع المظهر اللا سلم والحرب اللا مدينة اللا دولة وضع صريقات ومطيات متعاحدة في مقدرات ومؤسسات البلاد الآن أعتقد أننا بجدنا بوضع العربة فوق الشكة الشعرية بالليبي نعم السيد ردوان الفيتوريا المحلل السياسي الليبي من بيروت أشكرك شكرا جزيلا لك ونتحول مشاهدين إلى السيد خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة هنباء الشرق الأوسط والمتخصص في الشؤون العربية سيد خالد أرحب بك وأبدأ معك من مكان ما انتهيت مع السيد ردوان الفيتوري وهو عند تشكيل الحكومة هناك عدد من الأسماء التي يعني تم تغييرها داخل مجلس النواب ولم يقم باختيارها السيد عبد الحميد بيبة بنفسه هل تعتقد أن ذلك سيؤثر على أداء الحكومة الليبية في المرحلة القادمة أنا طبعا معلية الحياة رحلت وعلى كل شهدينك الكرام أعتقد أنه لم تأتي بهذا الشكل الذي يعني مختبئ لأنها أمليت على رئيس الوزراء الليبي الجديد ولكنها كانت أيضا بالأمس القريب كانت هناك جلتات مغلقة مبين الأعضاء الفرلمان الليبي ومبين الجهات الأخرى المسؤولة عن تشكيل الحكومة على هي السلطة التنفيذي الجديدة أو المجلس الإنطالي الجديد أو المجلس التنفيذي الجديد في ليبيا وكانت التأكير على أنه هناك بعض الأسماء صرحت على رئيس الوزراء المكلف الإنذاك اللي هو دي بي وأجرية وأكد أنه أمليت عليه بشروط وبضغوط وبالتالي كان لرئيس البرلمان أن يتدخل في هذه التوصيل ويؤكد عدرية أن تكون الحكومة هي مشكلة الليبية الموجودة على الساحة وأيضا على التقسيم الجغرافي الموجود في ليبيا وبالتالي أعتقد أن المشارات النهائية بالأمس القريبة لدي السمات حتى ساعات الأولى من صباح اليوم ما بين الأطراف الليبية حتى كان بالأمس رئيس البرلمان لن يغلق الكلفة بنفسه وخرج وأراد أن يتحدث مع رئيس الوزراء ومع الأطراف الأخرى عدرورة أن تكون تكليفات الموجودة للوزراء تكليفات من الوزراء من أرض من الأراضي الليبية من أرض الواقع من قوة تسال موجودة من الأطراف الليبية المشاركة في العملية السياسية من القوة يعني القبائلية أيضا الجغرافية الليبية حتى تنعم بحالة من الاستقرار وحالة من التنمية تؤدي في النهاية إلى خروج الليبية من هذا النطق المظلم الذي ربما يعني شابه إلى حد جزير العشرية الإرهابية التي تعرضت لها دولة الجزائر الشفقة التنمية القابل الماضي وأعتقد أننا بعد اليوم وحنيل الثقة من البرلمان الليبي للحكومة الجديدة نكون قد دخلنا في مرحلة جديدة من تاريخ الليبيا هي مرحلة يؤكد كل الأطراف سواء الأطراف التاخيرية الجزية أو الأطراف الدفلمية أو حتى الأطراف التولية التي ترعت بالترحيب والتدريك للحكومة الجديدة بأن هذه المرحلة هي مرحلة العبور الحقيقي للدولة الليبية للدخول إلى انتخابات في شهر ديسمبر المقبل طب زي زي محاك ذكرت أن الهدف هو الوصول للانتخابات في شهر ديسمبر المقبل هل تعتقد أن الحكومة حكومة البيبة يعني أمامها أولويات هل يمكن أن تذكر لنا هذه الأولويات حتى نعرف ما هو المطلوب من الحكومة للوصول لهذا الاستقرار حتى نصل إلى الانتخابات طبعا أنا برضو أستطيع أن أقول لك أنها ليست أولويات أكثر ما هي تحديات كبيرة أمام الحكومة الليبية الكبيرة وأزمات أيضا كبيرة جدا نتكلم عن دولة ربما تعاني من حالة فساد كبير نتكلم على دولة تعاني من كماعات وانظمات إرهابية موجودة على أرض الواقع يعني في المتعب بعض الأطراف الليبية بنتكلم عن دولة عاشت قطرة عصيبة في تاريخها بعد عام 2011 كل هذه التحديات ربما تكون يعني في واجهة حكومة الكبيرة لكن أنا على ثقة ونحن أيضا كل الأطراف الإقليمية والدولية يعني تتعي إلى ذلك بأن تكون هذه الحكومة في مربع كل هذه التحديات تستطيع أن تقتحمها وتحقف هدفها المنشود وهو أبواجد هذه التحديات والقضاء عليها وأعتقد أن أكثر تحدي ربما عيدا رئيس الوزراء الليبي بالحمس والجوم وكل ساعة وكل دقيقة يتحدث عنها هو ضرورة خروج الجماعات الإرهابية والجماعات المتصرفة من الداخل الليبي والاحتماء بالوطنية الليبية وعدم الانخراج وراء جماعات أو تنظيمات في خارج الحدود الليبية أو حتى دول تحاول بعضاعة أمن واستقرار ليبيا ولكنه الرجل منفتح كل الانفتاح على كل من يفاعده ويثانده في القضاء على هذه الجماعات الإرهابية والإرهابية يعني ترشى في الساحة الليبية أستاذ خالد ما هي محددات العلاقة بين الحكومة الليبية الجديدة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج أنا أعتقد أن مجلس الرئاسي في الكرسطة انتهى في الجعل منذ ساعات قليلة بعد نيل الثقة من البرلمان للحكومة الجديدة وأعتقد أن السيد السراج إذا كان يعني يريد خيرا للدولة الوطنية والشعب الوطنية كما كان يقول حينما كان رئيسا للحكومة والمجلس أن يسلم السلطة صورا إلى رئيس الوزراء الجديد الذي يعني أخذ ثقة البرلمان هو يمثل الشعب الليبي بكل أطيافه وأيضا أخذ ثقة المجتمع الدولي بعد انتخابه من الحوار الليبي في جينيف وأخذ أيضا الشرعية والاحترام والتقدير الإقليمي حينما قام بالغيراء إلى القاهرة وعدد من الدول الأخرى وأيضا هناك اجمع أوروبي على أن هذا هو رئيس الوزراء الجديد الجديدة وبالتالي أعتقد أن الأواقع لابد أن تكون في إطار نقل الثقة واستخدام الملفات النجعة والنجحة لإنهاء الفضرة التي مرت بها ليبيا وأن يكون أسيس الثراج وكل من كان في جواره أو كل الشكومات الثقة بجوار الرئيس الوزراء الجديد وإعطاءه مفاتيح الحلول للأزمات المطلوحة وأيضا المساعدة على العبور في المشهد الليبي إلى مرحلة التفق السياسي والتخول في مرحلة الاستقرار النسجي السياسي والأمني للتخول في عملية انتخابية تؤدي في النهاية إلى حكومة ورئيس وبرلمان ودولة جديدة جديدة بكل الأشكال من خلال التندوق ومن خلال الانتخابات الشفافة والنسجحة بعد الاستقرار الأمني والسياسي الذي أعتقد أن رئيس الوزراء الجديد قادر بشكل أو بآخر أن يحققه ويميزه في المرحلة المقبلة وقادر أيضا على أن يهيئ الأراضي الليبية سواء السياسية أو الأمنية أو كل الجغرافية الليبية إلى إجراء انتخابات نسجحة تعذر عن المواطن الليبي الذي ربما عانى خلال العشر سنوات الماضية حالة من عدم الاستقرار وحالة من التشرد وحالة من عدم الأمان وبات وأصبح وردما يكون واجبا الآن أن يكون هذا المواطن ينعم بالأمن والاستقرار التي غاب عنه منذ أكثر من عشر سنوات من ضمن التحديات التي ستواجه الحكومة الليبية أيضا موضوع الدستور قال السيدة عبد الحميد الببيبة رئيس الحكومة الجديد أن موضوع لجنة الدستور مشكلة منذ ست أو سبع سنوات ولم تستطيع حتى الآن إيجاد أي مخرج فما هو الحل من وجهة نظرك يعني أنا أعتقد أن اللجنة المشكلة لسيارة الدستور الليبي كانت قد عقدت أجدت لقاءات رينكين أغلبها وآخرها كانت في مدينة الغربقة البطرية وطفعوا أن يعني يضعوا الأقول الأليات الكتابة الحقيقية للدستور الليبي وأكدوا على أن الدستور الليبي لابد أن يكون معذرا عن كل الأضياء الليبية والطبيعة الليبية التي تنعم بها ليبيا والطبيعة أيضا الجغرافية وأكدوا على أن من ضمن السيات هو إنهاء حق الإرهاب التي عانت بها ليبيا ومرت بها من خلال الدستور أيضا وبالقانون وأعتقد أن حينما يتجي إجراء انتخابات لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة من خلال الحوار أو المرتقى الليبي في جينيف واليوم استطاعت أن تعبر أصعب وأخطر مراحلها وهي مرحلة نيل الثقة لأنني باعتقادي أن نيل الثقة من البرلمان الليبي هي يعني دفع قوية وتاريخ جديد يكتب فيه التاريخ الليبي ومن هنا يستطيع أي رئيس الزراء حينما يكون يؤمن بحل قدير الدولات وأن يحقق النجاحات ويستطيع أن يكتب دستورا حققيا بالدولة الليبية بالمساعدة مع الأطراف الليبية والأطراف الليبية وقبراء القانون تواثي الليبي أو حتى من دول الإقليمي ليكون الدستور معدلا حققيا عن دولة الشعب الليبي التي رفضت ومجالت ترفض وتتنرف رفضها لأنها طبيعة حيوية عربية لها هويتها كل أشكال إرهاب وتطرف التي كانت تحاكى بالدولة الليبية خلال المرحلة المقبلة طبيقة عيدة أستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط والمتخصص في أشئون العربية أشكرك شكرا جزيلا لك ونتحول مشاهدين إلى هنا داخل السوديو وضيفنا الأستاذ خالد محمود المتخصص في أشئين الليبي والكاتب والمحلل السياسي أهلا بيك أهلا بيك أستاذ خالد وبداية نتكلم على الحكومة الليبية بعد أن حصلت على افتقى ما هي أهم التحديات التي تواجهها الآن متشاكل عليكم سبحنا على التأخير أعتقد أنه التحدي الرئيسي هو أنها تفي بالتزامها الرئيسي المتمثل في استحقاق الانتخاب في 24 ديسمبر وهتلاحظ حضرتك أنه بمجرد انتهاء عملية التصويت رئيس البرلمان المستشار قيلة صالح نبه على هذه المسألة وعلى أساس أنه هذه حكومة مؤقتة لفترة انتقالية محدودة الهدف الأساسي منها هو تسيير البلاد إلى مرحلة الانتخابات ما فيه شك أنه عنده ملفات صعبة وبالجملة أعتقد أنه عنده فرصة كبيرة للنجاح لكن شريطة أنه يتخلى عن عقلية رجل الأعمال والمقاول هو طبعا حقيقية في أنه ما عندهش خلفية سياسية ليست لديه تجربة سياسية مثلة للعيان كان عنده طيار سياسي محدود إلى حد ما ولم يظهر اسمه على الساحة إلا مع مشاورات جينيف تم التفق عليه في النهاية نعم لكن في نهاية الأمر أنت لازم تقف قدام مسألة مهمة وهي أنه أنت قدام رئيس حكومة ليس منتخبا من الشعب ولم يختاره الشعب اللي اختاره 75 شخص اختارتهم باسس الأمم المتحدة عشان تبقى الأمور في نصابه الهدف الهدف الأساسي من المسألة أنه يعني يتم وقف القتال بشكل عام الهدف هو الخروج من الأزمة بتصور بتصور لكن هو في مجلس النواب تم تغيير أسماء الوزراء الذين رشحهم أسهل أحمي الدبيبة ببعض الأسماء أو أغلب الوزراء تم تغييرهم بالحقيقة علشان يحصل التوافق عليهم من داخل مجلس النواب هل تعتقد أنه سيستطيع التعامل مع أولاء الوزراء من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي الذي ذكرته حضرتك وهو الانتخابات الرئاسية أنا عند شخص كبيرة وأرجو لي ما كونش متشاعم أكثر من اللازم لكن بداية كده الحكومة أول ما جاءت عملت شعار لنفسها شعار رسمي يعني اكتشف لاحقا أنه هذا شعار مصروق وسحبته أنت قدام حكومة في أساسيات وبدهيات العمل عندها مشكلة دي مشكلة منهجية ثانيا هو اعترف بنفسه بأنه لم يختر سوى وزير واحد من الحكومة إذا بتتكلم على 35 وزير فالراجل عنده 34 وزير استلم سيرة ذاتية بتاعتهم حتى في هو قال ده بلسانه من بيته يعني يعني جزء كبير من السيرة الزاتية راحت يا ترشحات راحت له عن ترقي البيت أنت برضو أنت عندك مشكلة منهجية في طريقة عمل الحكومة الفكرة هنا إيه أنه أنت قدام رجل أعمال حيدير الأزمة لكنه عنده تحديات سياسية وأمنية بتتطلب عقلية سياسية نشطة بتمنى أنه يكون عنده هذا الأفق وأنه يعني يكون عند حص نظن الشعب الليبي بيه لأنه الناس تعبت العشر السنين اللي فاتت مشاكل وضمار وبظن أنه يعني كرئيس حكومة هو تقريبا رئيس الوزراء السابع والعشرين في تاريخ ليبيا منذ استقلالها عام 1951 وهو أيضا يعني سابع رئيس وزراء في ليبيا بعد انهيار نظام العقيد معامل قزافي السؤال المهم هو أنه بعد إن شاء الله ما يؤدي اليمين الدستورية للحكومة في مدينة بنغازي شرق البلاد أين ستمارس الحكومة السلطة هل في العاصمة طرابلس حيث حيث لزالت الميليشيات المسلحة هي التي تهيمن على المشهد وهو نفسه أعترف أن في عدم تعاون من جانب حكومة السراج كانت معايا على الاختيار الأسماء لوطحها في الحكومة طبعا ما هو أنت هنا قدام معسكرين متنافسين كانوا ولزال المعسكر الآخر اللي كان بيمثله السراج نشط وحتلاقي أنه يعني هتظهر مشاكل أمنية وأنا بأعتقد أنه يعني هو فكر أنه يمارس عمله من طرابلس في الظل الوضع الراحل مصيره لن يكون أحسن من مصير الحكومات التي تعقبت هناك من ضمن التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة هو موضوع الدستور وكما قال السيد عبد الحميد البيبة أنها بقالها ستة أو سبع سنوات لجنة الدستور ولم تستطع سياغة الدستور حتى الآن هل سيستطيع أو تستطيع هذه الحكومة التوصل إلى سياغة للدستور لا لا أعتقد لأنه الحكومة سيبقى أنا آسف أنا آسف أعتقد أنه الحكومة سيبقى عندها مشكلة لأنه رئيس المفاوضية العليا للانتخابات بنفسه قال أنه عندنا مشكلة في معاد الاستحقاق على الاستحقاق الانتخابي سواء الاستفتاء على الدستور أو الإجراء انتخابات مباشرة في مسألة الدستور تحديدا الراجل قال أنه هو محتاج فترة أطول من الفترة المحدودة والمموحة له ومن ثم حيبقى الخيار هنا هو أنه يكتفي البرلمان بإعلان دستوري مؤقت يتم يبقى هو القعدة الأساسية للانتخابات ومن بعده ممكن تجرى الانتخابات لكن فكرة الدستور في ظل أيضا لانقسام السياسي الرائل تبقى برضو فكرة مشوشة لأنه الدستور الحالي هتلاحظ أنه وراء جماعة الإخوان المسلمين وهم اللي بيحردوا على فكرة التصويت على الدستور وهي فكرة فشلة بالتأكيد لأنه هذا دستور معيب وبظن أنه إذا وقع السيد دبيبة وحكومته في فخ الدستور حيبقى أيضا تاني مشكلة له بعد فخ المحصصة هو عنده مشاكل بالجملة أنا بتمنى أنه ينال التوفيق وأنه يراعي أنه بيمثل وحدة الشعب الليبي وأنه يكون عند مستوى حظن ظن الشعب الليبي والحي أحنا مع حضرتك بنتمنى إن شاء الله نجاح حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة سيد عبد الحميد الفيبة وبنشكر حضرتك ومعنش الوقت البرنامج خلص ومشاهدين إن شاء الله غدا لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج المشهد شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة